السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة إجل تيم الكرام حالة النهاردة جاي ألا بيكم فيها الحق خطيرة جدا جدا ويا فيها أستاذ صلاح واحد من أصدقائي لما بطارية سائرته فصلت الصبح ودعطل عن شغله وكرر أن يروح يشتري بطارية جديدة مع أنها صار البطاريات غالية إلا أنه لما غيرها ارتكب خطأ فادح أي حد مننا للأسف ممكن يقع فيه الخطأ ده كان في وقته وفلوس كتير جدا فوق ثمن البطارية تعالوا معنا نعرف إيه اللي حصل فيه عربية صاحبنا لما قرر يغير بطاريته صديقه أستاذ صلاح زي كتير من الناس وكانش يعرف معلومة صغيرة وهي أنه ما ينفعش تروح تركب أي بطارية لأن فيه نوعين من بطاريات السيارة فيه بطاريات بيكون القد السالب يسار والموجة بيمين واسمها بطاريات R وفيه معكوسة وبتكون السالب ناحية اليمين والموجة بناحية الشمال وبيكون مكتوب جنبها L وفيه بطاريات تنفع يمين وشمال ومكتوب عليها R L صاحبنا ما كانش تفرج على حالة أعراض تلف بطاريات السيارة واللي هتلاقوا الرابط بتاعها في الوصف ولما بطارياته نامت راح يشترى بطارية عادية إنه عربيته كانت R وطبعا ركبت بالمعكوسة أو المركبة عينك ما تشوف اللي النور شرعة قهربائية قوية كانت هتزو استاذ صلاح لو لا سطر ربنا والكلاكسي اشتغل وحده والأنوار كلها نورت واستاذ صلاح فيه من فيه حاجة غلط بس للأسف كان متأخر وحصل الآتي في السيارة السيارة رفضت الدوران تماما والفيوز الرئيسي يتحرك وده عشان يحمي كنترولات السيارة وكل الفيوزات السيارة اللي فعل بت الفيوزات ضربت ونوما كانتش السيارة معمنة بفيوز رئيسي كان الكاسة تكون الكنترولات السيارة ضربتها كمان البطارية نفسها كمان بازت وحتاج يشتري واحدة تانية جديدة الله يعوض عليه ده غير الفيوز الرئيسي اللي اتكلف لتغييره وقت ومال كتير جدا الخطأ ده ممكن يحصل لأي حد مننا لقدر الله لو انت جيت توصل لحد عطلان بالجلط فخلي بالك فيه بطاريات R وبطاريات L وعشان ما تطلق بطش عاود نفسك ان السالب دايما لونه اسود لون الأرض والموجب الكهرباء لونه أحمر يرمز للقطر وهتلاقي مكتوب موجب أو سالب جنب الأكتاب طب لو فيه سيارة عاوزة مساعدة لتوصيل البطارية ولو جيت توصل لقيت ما فيش أكتاب ملونة أحمر أو أصمر والكتابة اللي جنب الأكتاب غير واضحة موجب أو سالب ازاي تعرف تفرق بين الكطب الموجب والسالب اقولك بكل سهولة دايما هتلاقي كطب حجمه أصغر من الآخر الصغير دايما سالب والكبير موجب وعشان ما تنساش حط في دماغك جملة النقص دايما نقص ولو أول مرة تعرف المعلومة دي ما تبخلش علينا واضغط على زرار اللايك الصغير ده بيشجعنا نستمر وما تنساش تشارك الحلقة على الأقل للواحد من أصدقائك علشان الكل يستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة